السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة تعلم هذا الفيديو خاص بمرجع الفضاء في الرياديات او فضاء الرياديات للمستوى الثاني الدرس الثاني عشر تعرف خاصية الدرب في اثنان وخمسة وعشرة وتوظيفها الحصة الحصتان الرابعة والخامسة الحصة الرابعة الصفحة ستون استثمروا تمريل الاول احسبوا واكتبوا العدد الكلية للأقراص في كل حالة يعني احسبوا واكتبوا العدد الكلية للأقراص في كل حالة اذا هنا سنحسب واحد اثنان واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة اذا لدي هنا خمسة اقراص خمسة زائد خمسة كم تكررت من مرة واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اذا خمسة تكررت عشر مرات خمسة زائد خمسة الى عشر مرات اذا ساكتب خمسة في عشرة هي كم يعني عشرة زائد عشرة عشرون زائد عشرة تلاتون زائد عشرة اربعون زائد عشرة هي خمسون خمسة في عشرة هي عشرة في خمسة يعني خمسون الاقراص الثانية اننا واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة ستة ستة كم تكررت من مرة واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشر مرات اذا ستة في عشرة هي ستون التمرين الثاني اعدوا العشرات واحسبوا كل جدائن اذا كم لدينا هنا من عشرة اذا هنا الاقلام واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة كل مجموعة فيها عشرة اذا كم من عشرة واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اذا كم من عشرة سبع عشرات سبع عشرات اذا عشرة كم تكررت من مرة إذن سنكتب عشرة ضارب سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هي سبعون يعني سبعون إذن هنا نفس العدد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة كم تكررت من مرة إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن خمس عشرات خمس عشرات إذن خمس عشرات سنكتب عشرة كم تكررت من مرة خمس مرات عشرة في خمسة هي خمسون ننتقل الآن إلى التمرين الثالث أكمل اثنان في واحد هي كم؟ إذن باستعمال هاد المكعبات اثنان في واحد هي كم؟ يا اثنان اثنان ثلاثة أربعة هي أربعة اثنان في تلاتة اثنان زائد اثنان أربعة زائد اتنان ستة اتنان في أربعة اتنان زائد اتنان أربعة زائد اتنان ستة زائد اربعة زائد اتنان هي تمانية يعني في أربعة تمانية اتنان في خمسة اتنان زائد اتنان أربعة زائد اتنان ستة زائد اتنان تمانية زائد اتنان عشرة اثنان في خمسة هي عشرة اثنان في ستة اثنان زائد اثنان اربعة زائد اثنان ستة زائد اثنان تمانية زائد اثنان عشرة زائد اثنان اثنان عشر اثنان في ستة هي اثنان عشر خمسة في واحد خمسة يعني تكررت مرة واحدة هي خمسة خمسة في كم مجموعتين خمسة زائد خمسة هي عشرة خمسة في اثنان عشرة خمسة في ثلاثة خمسة زائد خمسة عشرة زائد خمسة خمسة عشر خمسة في ثلاثة خمسة عشر خمسة في أربعة خمسة زائد خمسة عشرة زائد خمسة خمسة عشر زائد خمسة عشرون خمسة في خمسة خمسة زائد خمسة عشرة زائد خمسة عشر زائد خمسة عشرون زائد خمسة خمسة وعشرون خمسة وعشرون خمسة في ستة خمسة زائد خمسة عشر زائد خمسة عشر زائد خمسة عشرون زائد خمسة خمسة وعشرون زائد خمسة تلاتون خمسة في ستة هي ثلاثون. ننتقل الآن إلى الحصة الخامسة. أتمرن من جديد. التمرين الأول. أحسب عدد البيضات التي اشترتها الأم. أحسب عدد البيضات التي اشترتها الأم. اشترت الأم ستة علابين. اشترت الأم ستة علاب بيض في كل علبة عشر بيضات. إذن شحل شرت من العلبة؟ شرت ستة. ستة دير العلب. وكل علبة فيها عشرة البيضات. إذن. إذن عشرة بيضات كم تكررت من مرة؟ تكررت ست مرات. إذن سنكتب عشرة. إذن عشرة بيضات. في كم؟ واحد اتنان تلاتة أربعة خمسة ستة. في ستة. عشرة في ستة هي كم؟ عشرة زائد عشرة. عشرون زائد عشرة تلاتون زائد عشرة أربعون زائد عشرة خمسون زائد عشرة هي ستون. دان كم اشترت الأم؟ اشترت الأم ستين بيضة. اشترت الأم ستين بيضة. التمرين الثاني ألون كل بطاقة تمثل عدد الأقراص ألون كل بطاقة تمثل عدد الأقراص إذن سأحسب عدد الأقراص ثم ألون البطاقة المناسبة لكل أقراص نبدأ بهذه المجموعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة إذن أين هي البطاقة المناسبة إذن عشرة هنا كم اثنان أربعة ستة تمانية عشرة إذن هنا عشرة اثنان أربعة ستة تمانية عشرة إذن كم لدينا في المجموع من عدد الأقراص عشرة عشرون تلاتون عشرة زائد عشرة عشرون زائد عشرة تلاتون إذن سأبحث عن البطاقة التي تمثل عدد الأقراص إذن لدينا ثلاثة في خمسة أحنا ليست لدينا هنا خمسة لدينا كم عشرة ثلاثة في خمسة خمسة عشر خطأ خمسة في ستة إذن ما عدناش هذا الجوداء هذا خمسة في ستة تساوي ثلاثون إحنا نلق عدنا مجموعات المجموعة الأولى عشرة الثانية عشرة الثالثة عشرة إذن كل مجموعة فيها عشرة عشرة في ثلاثة إذن هذا هو الجواب الصحيح ألونه إذن عشرة في ثلاثة هي ثلاثون إذن عشرة في ثلاثة هي ثلاثون إلى هنا ينتهي هذا الفيديو وإلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله